السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مبرمج احمد محمدي وحلقة جديدة من حلقات كرسنا كرس تعلم البرمجة باستخدام لغة بايسون الجميلة والنهاردة هنكلم كلامنا عن numpy وشوية functions كده هنعملهم على الرئيس بتاعة numpy فخليكم معنا مبدئيا كده هوت عشان خاطر نعمل نجمع قيمة على الرئيس في الماضي كان موضوع ده هوت يعني شوية مع طب تعالوا نشوف بقى مع numpy ممكن نعمل ايه numpy وحنقول هنا import star اوكي نقلت ARR حيساوي هنا array وندخل قيمة array بقسيت خالص ازاي اللي دخلنا المرة الفاتت واحد اثنين ثلاثة واربعة خمسة وستة قلت نعاوز اجمع قيمة على كل array من دولة ماشي ممكن قيمة سابتة ممكن اقول ARR طبعا في الماضي ممكن نعمل loop نبدأ نجمع على القيم الرئيس كلها قيمة قيمة لكن مع numpy ممكن نعمل كده هوت ARR يعني بمنتهى السهولة اللي في الدنيا كلها افرد انا عندي مثلا ARR واحد وARR اثنين ماشي نخلي دي واحد وان الارR دي محدود فيها array موجود فيه قيم مثلا ايه تعلقهم بالمشاكل بكده ستة وخمسة واربعة وثلاثة واثنين وواحد ماشي وقلت ان انا محتاج اجمع الاثنين arrays دولات على بعض برضو هنقول ARR مثلا هتساوي الARR واحد الارR واحد ديت زائد الارR اثنين ماشي وارا اني كنشوف النتيجة اهو كلهم سبعة طبعا ان المجموع عكس بعضه يعني الواحد وستة سبعة اثنين وخمسة سبعة تلاثة واربعة سبعة اربعة وثلاثة سبعة اثنين وخمسة سبعة فهتطلع ثلاث سبعات كلها يعني في بعض ماشي والنتيجة دي مذهلة جدا احنا ممكن نعمل العمليات اللي احنا عايزينها كلها اه باختستخدام اسم الارR بس من غير ما نخش في القيم الداخلية بتاعت الارR ديت لان زي ما قلت لكم نامبي بتتعامل مع قيم ضخمة جدا من الارR مش كده وبس انت ممكن تعمل اللي هي العمليات الحسابية اللي تقوم موجودة في القلة الحاسبة زي الساين مثلا اللي هو بسموه الساين ده بالعربي ايه اللي هو جيب الزاوية او جيب تمام الزاوية حاجة زي كده بس هو ساين فيه ساين كوزاين كوزاين اللي هو جيب تمام الزاوية انا مش هارف اسمي بالعربي ايه بس فيه ساين وكوزاين وفيه تان وكوزاين يعني انا المسميات العربي شوية مش زبطة معي يعني فعذروني فهو هنشوف هنا الساين اللي هو تقريبا اسمه جيب الزاوية او جيب الرقم دوت وفيه الكوزاين اللي هو جيب تمام الزاوية يعني حاجة كده في حساب المثلسات فلو دوسني هنا ران لو هشوف جاب الساين بتاع كله لو هنا هنا كوزاين ماشي نفس الفكرة ولو جرمنا تان نفس الفكرة برضو اللي هو بيطلع القيمة كلها الحاجة حسابية الناس اللي معهم الالة الحاسبة الكاسيو الكبيرة ديت حيلاقي موجود فيها الساين والكوزاين والتان موجودين وما اكيد بيعملوا القيم ديت ولو عاوز تحسب اللوج نفس برضو الحاجة ديت اهو برضو هيطلع لك لوج الارقام الموجود طبعا لانه كلها سبعة فهو هيطلع لك لوج السبعة تعالوا نزود القيم شوية مثلا او هنا نغير القيم دي 30 ودي مثلا 14 ودي سبعة ودي تسعة ودي تناشر ودي 35 مثلا ورن كده طبعا الارقام اختلفت بس اللي مش عاوز اعمل كده عاوز اجيب حاجة اللي هي ايه السكيرت اللي هو الجزر التربيعي شوف لو رنينا كده هتلاقي كل الارقام دي جزرها التربيعي موجود طيب مثلا تلاتة وسبعة خلي دي اه خلي اه خلي دي تلاتة و اه اه وستة مسلا عمليات تانية برضو ممكن تتعامل على الاريز ديت زي بصلا السميشن ماشي السميشن هتجيب لك مجموع اللي في الاري ده كله بيسوي كامل وماشي السميشن بس آآ القاونت اه اه هلك زيته وهو كاون نون زيرو اسمه اسمه الداه كده واحدين تلاتة اربعة خمسة ستة او جمعهم لك بسته هوا اه مضبوط كمان ممكن مش اكاونت بس لك ممكن تطلع المين المين لو اصغر عدد فيهم اهو تسعة ممكن تطلع الماكن اكبر عدد فيهم! اهو 41. اكبر يكون اكبر رقم اهو طلع لك ال41. طب افرد ان انت عندك الاثنين الرئيس دولات ماشي انت مثلا ERR مثلا 3 انت مش عايز تجمعه مع بعض انت عايز تكون كاتينيت الاثنين الرئيس دولات لو جيت هنا عشان تكون كاتينيت عملت هنا print كون كاتينيت ERR1 و ERR2 طعا لنشوفو النتيجة هتو عاملة ازاي سوري مفروض ادخلهم جوه الرئيس كذا واندوسران ا اهو عمل كون كاتينيت ل 2 Arrays دولت يعني حولهم لرئي واحد بس linear array تعالوا بقى بعيدا عن الكلام ده كله بعد ما عملنا كونكاتينيت نجرب حاجة جديدة افرد خلي شغل الاري ده كده بعيد اهو افرد انا عندي مثلا ARR مثلا زيلو الري اسمها زيلو ماشيه حطيت فيها القيم ديت مثلا هنعمل قريب فيها مثلا 11 1 و 22 و 33 و 14 و 55 ماشيه جيت انا امتجايا عامل تاني مثلا ARR ومسميها زد مثلا وقايل ان ARR زيرو هتساوي ARR زد هيعمل هنا print هم للا ARR اه دوت BRR zero وprint ل ل الر زد مش كده وبس انا عاوز اشوف ال اي دي بتاع الاتنين هنا هنا عملنا اي دي هنا اي دي اي دي نرن نرن كده نرن كده نمسح الجزئية ديت كده ماشي والرن ده رقم هو هو نفس الرقم بتاع ال اي ال ار و ار واحد لما شرحنا حتة وقنا لكم ان هو مجرد بيبقى الياس بيشاور على رقم الري نفس اللي بيحصل على رقم قصدي المخزن لما الحلقة بتاعت اللي مش شافها يا ريت رجي عليها يشوفها حلقة المتغيرات مهمة جدا قلنا ان مجرد ان انا بساوي متغير متغير تاني هو مجرد ان هو بيبص ينصي عليه بس لكن ما عمليش متغير جديد بالاسم دوت انا عاوز عاوز ان الري ده خلين Merci علشان كده في هنا الريفرنس اتغير الريفرنس هنا الاول acept غير رفرز التاني هو نقل لك الاري دوت من مكانه ليه مكان تاني فاصبح الاري معمول منه نسخة جديدة في الميموري بمخزن جديد والالياس الجديد اللي هو الرز ده بيبص عليها طب تعالوا نعمل حاجة كده بسيطة تعالوا ناخد فرع من الاريز دوت مثلا الرز ناخد منه قيمة كده هو رقم واحد اللي هو اتنين وعشرين وهنقول دوت هنضيف عليه او هنغير قيمته لمثلا تمانية وتمانين ماشي تفتكروا اللي هيحصل بعد ما غير الرفرنس كده ماشي تفتكروا الاري زد بس اللي قيمته ولا الاري صفر ده اللي هيتغير قيمته ولا القيمة هتتغير فين ولا ايه اللي هيحصل بزرط تعالوا رن كده ماشوف اوبا الاتنين اتغيرت قيم فيهم طب قال لا طب انا لو روحت لزيرو الاري زيرو ماشي رستران برضو برضو الاتنين اتغير الاري فيهم قال لا اشه الرفرنس مختلف ايه الرفرنس مختلف بس هما لسه برضو مرتبطين ببعض لان ده اسمه شالو كوبي مجرد بس حاجة من على القشرة كده بتعمل كوبي ده بيبقى يخفل الرام طب فرن انت عاوز تنهي العلاقة بين الاتنين الرئيس دولت تماما يبقى ساعتها بنستخدم حاجة اسمها dot copy وده بيعمل لك حاجة اسمها الديب كوبي اصبح خلاص ده مفيش علاقة بين الاتنين الرئيس دولت تماما غير فيو فانا دوسنا ران كده اتلاقي الاريس اللي فوق بس هو اللي اتغير والتاني ما اتغيرش واثنين واخدين ريفرنس مختلف تماما ومفيش معهم اي مشاكل اطلاق اه بالنسبة للناس اللي سألوني ايه لازم تنم بيعني وانها مشكلة وبتاع او لكن انا ذات نفسي استخدمتها كنت بعمل مشروع ايام الجامعة باستخدام المتلاب وكان المشروع ده المفروض ان هو بيقارن بين وشوش معينة كان في استركونيشن فكنت باخد صور الشخص دوت مثلا وبحولها المترسيز او مصوفات ضخمة يعني ماشي وبدخلها جوا رامبي وبشوية عمليات حسابية كده بنتأكد ان هو الشخص دوت اه دي الصور دي بتاعة الشخص دوت او الصورة الجديدة اللي جايلنا بتاعة الشخص دوت مش بتاعة ايه الشخص دوت يعني الموضوع معقد شوية يعني ما يفعش اشرحه في حلقة بس هو ان زي بتقول كده بناخد مجموعة صور لواحد وبصص يمين بصص شباب بصص لفوق كل صورة من دولة بنحولها لمترسيز او لماتريكس ماشي وبالقيم المتشابهة في بحاجة اسمها الاوكليديان دستانس او يعني مش عاوز اه يعني استطرت في الموضوع ده بص المهم قيم متشابه كده ان الشخص دوت هو والشخص ده لا مش هو دوت اللي صاحب الفيس ده ما علينا اه اتمنى لجميع التوفيق ياريت الناس اللي عنده استفسار من اي نوع يبص بصة في بوكس تحت الفيديو اه حيلاقي فيها لينك الكود اللي احنا كتبنا النهاردة وهيلاقي لينكات اه كتير لحاجات تانية كتير مهمة في لك في تعلم البرمجة عموما وتعلم الكمبيوتر ساينس اه خصوصا يعني وياريت لو عندك استفسار من اي نوع تسيبو فيه الكومنت بوكس تحت الفيديو ياريت الناس تعمل دعم للقناة عن طريق لايك وشير وسبسكرايب اه واتمنى لجميع التوفيق كان معكم المبرمج احمد محمدي الى اللقاء في الحلقة القادمة